كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال كلمته في القمة الخليجية أن تواجد خادم الحارمين الشريفين يؤكد حرصه على وحدة الصف الخليجي في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المجلس تنعقد هذه القمة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذرة والاستعداد وبزيد من التكاتف والتعاضب للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مكتسباتها وأنجازاتها ومصالحها وما تواجدكم اليوم في هذا اللقاء المهم على هذه الأرض المباركة إلا تأكيدا على حرصكم على وحدة الصف الخليجي وعزمكم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة الخيرة في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس وما شهدته المنطقة من تهديدات وعمال عدائية إرهابية مؤخرة مؤخرة